بسم الله الرحمن الرحيم أنا دكتور خليفة محمود عبد الله أستاذ أمرض البطنة وحدة السكر ودهنيات الدم كلية الطب بجامعة سكندرية الناس بقى اللي بتاخد انسولين مخلوط ودي أصعب جزئية في الموضوع ميكس طارد أو همولين سبعين تلاتين أو نوفو ميكس أو كل كلمة ميكس هتلاقي على العلب الانسولين معكر عشان كده سواء بتاخده بألم أو بتاخده بإزازة بتعمل إيه فيه بترجه قبل الاستعمال ده يسموه انسولين مخلوط المبدأ العام في الأيام العادية الانسولين مخلوط عبارة عنه بيوفد للمريض عدد الشكات فبيدي الصبح حقنا عبارة عن نوعين انسولين الغالب تلاتين في المية سريع المفعول عشان يسمو ميكس طارد تلاتين أو همولين سابعين على اللفظ ده تلاتين تلاتين في المية سريع المفعول المستهدف منه انه يبتدي يخش جسمك يغطي لك وجبة الفطار وفيه انسولين آخر جواه مخلوط عليه عشان يسمو ميكس يبتدي يوصل لأخصى مفعول بعد خمس ست ساعات من الحقن عشان يغطي وجبة الغداء يبقى كأنك خدت حقنتين انسولين ولكنهم في حقنا واحدة أول ما بتاخد الحقنة في الأيام العادية الصبح عشان تفتر معادل غدا تحدد هذه النقطة اللي هي بعد خمس ست ساعات من الحقن لو ما كانتش في المعدة هيجيلك انخفاض في السكر ودي الناس كلها بتجربها في الأيام العادية اللي بياخدوا ميكس طارد يقول لك أنا الظهره قبل الغداء بترعش وحس اني هبطان شعفة خدت الحقنة الساعة كم ساعة تمانية الصبح طب انت حصيت بدا الساعة كم الساعة تنين ثلاثة طب ما كده خلاص عديت الست ساعات انت ما تغدتش لا ما كنتش لسه الحق تتغد هتدوخ فلو انت عايز تستعمل إنسولين ده حتى في الأيام العادية مش هقول في رمضان لازم تلتزم بمواعيد أكل لانه ما ينفعش للناس اللي مش ملتزبة بمواعيد أفطر ومن خمس لست ساعات لازم معادل غدا وكمان مش كده المفروض بينهم بعد ثلاث ساعات بندي واجبة خفيفة ثلاث بسكوتات سامرة فاك هزبت ايايا معلقة عسر ربع رغيف واحدة توست ده لازم في الأيام العادية عشان اقدر اغطي الكيرفين بتوع الإنسولين المخلوطين معها خلاص يبقى حقنة الصبح بتغطي فطار وغدا حقنة بالليل ميكس برضو جزء منها للعشة تلاتين في المية من الجرعة يعني لو باخد عشر وحدات يبقى فيهم تلاتة للعشة سريع وسبعة طويل المفعول يزبط للسكر الصايم احنا بتدينا من أول الكلام قلنا إيه الإنسان وهو صايم بيحتاج إنسولين ما يخلي جسمه ما يطلعش من المخزون كتير عشان سكره ما يعلقش طيب يجي واحد يقول لك أنا بقى في رمضان نعمل إيه هو طبعا صعب انك تعتاكل الوجبات دي ولكن ولكن بعض الناس حاولت تعمل بعض الدراسات الصحة مش كبيرة لكن قدتنا بعض القواعد شوية جرعة الصبح لو انت بتاخد تلاتين وحدة الصبح مثلا وعشر وحدات بالليل هفترض هذا أو اربعين وعشرين زي ما بتاخد جرعة اللي بتاخدها الصبح تاخدها قبل المغرب وعلى فكرة لو ميكس طاد أو همولين سبعين وثلاثين المفروض انه بيتاخد قبل الأكل بنصف ساعة ده مهم فرمضان هتاخدوا قبلها بنصف ساعة برضو الحقن ما بيفطرش فقوع تقلق من دي إذن هاخدوا قبلها بنصف ساعة نفس الجرعة تلاتين يبقوا تلاتين مشكلتي هنا إيه بقى مشكلتي إن بعد الفطار بأربع خمس ساعات الإنسولين متوسط المفعول هيشتغل في الأيام العادية باخد وجبة غدا فبننصح إنه لابد أن يكون هناك وجبة بعد أربع خمس ساعات من الفطار لازم يما ممكن تدوخ على قبل الصحور لأن سبعين في المئة من الإنسولين هيشتغل بعد عدة ساعات وانت ما بتاكلش الوجبة انت حركت فطارك خليته في المغرب يبقى برضو لا تنسى تيجي على الساعة 11 بعض الناس مش عايزة أقولها نصيحة عشان ما يقوليش أنا قلت كله حلويات يقول لك أه ما بنقدرش بضطر دوق حاجة في رمضان حاجة حلوة فبنقوله طب خدها في المعدة منها تغطي الكيرفر بتاع الإنسولين لما يعلى بعد خمس ساعات ومنها دوقت الحتة اللي انت ناوي تاخدها لكن ما تاخدهاش مع الفطار لأن أصلا الإنسولين انت بتاخده ده 30% بس هو اللي بيشتغل في أول كم ساعة للفطار فما تحملش الوجبة كلها تبقى في الفطار دياريت تاكل على مرتين زي الأيام العادية يعني ما زودش النشاويات في الفطار ولا حلويات وأن أكمل أكل تاني ساعة داشرة يبقى كده الإنسولين المخلوط ممكن يمشي معاك كويس نيجي في الصحور بقى معظم الناس قالك قلل جرعتك بتاعت الصحور لو باخد عشرين وحدة في الأيام العادية في العشاء قالك شيل من ربع الجرعة لنصها يعني ياخد من عشرة إلى خمستاشر بصراحة لو قللت خمسين في المئة أعتقد السكر سيطلخبط كتير فالنصيحة خشيت ربعها فلو بتاخد عشرين وحدة ابتدي بخمستاشر في رمضان في الصحور بس لازم تتصحر فيش حكس ما ما بحبش بكوت زبديايا أخد إنسولين وناك هجيلك نقص سكر خلاص